حكوى ريفايتالايزي ثيرابي العلاج بالماء الساخن للدكتور فارس الحجري مكتشف العلاج بالماء الساخن وفوائده الصحية والعلاجية الأدل القصصية من مستفيدي حكوى ريفايتالايزي ثيرابي العلاج بالماء الساخن أمراضه وفوائده الصحية متنوعة استفادة مدرب كمال أجسام البالغ من العمر 50 سنة بزيادة طقم الجسم وزيادة العضلات وتحسين النوم وتحسين القدرة الجنسية السلام عليكم الدكتور فارس منذ أن شاهدت تسجيلات لك بخصوص الماء الساخن وضبط على شربه بمقدار أربعة مرات يوميا الصباح قبل الإفطار بعدها قبل الغداء والثالثة قبل التمرين بنصف الساعة وهذا المفاجأة تماريني أصبحت أكثر قوة فاعل الهايدروجين طاقة هائلة يعطي بمب حائل مضخة مع عدم الإحساس بالتعب زيادة على ذلك حارخة للدهون ومدرر للبول مع عدم تغييري للأكل ظهر التفاصيل العضلية كانت تحجبها الدهون والماء المحتبس في الجلد شيء آخر لاحظته هو عدم الشعور بالبرد بينما الناس يلبسون ملابس ثقيلة أنا أرتدي قميسة خفيفة فحسب شيء مذهل أما الجرع الرابعة فقبل النوم حيث تحسنت جودته مئة بالماء ناهيك عن تحسين القدرة الجنسية يعني زيادة هرمون التستوستيرون فوائد لا تقدر بثمن ما أني لم أكمل شهر من خوض التجربة للمعلومة أنا مدرب كمال أجسام خبرة عشرين سنة وعمري خمسين عاما ولله الحمد الشكر والحمد لله أولا وشكر وتقدير لك أخي دكتور فارس عملك هذا في ميزان حسناتك واضب ولا تلتفت لانصفاء فخير جواب عليهم هو اللامبالات شكر مرة أخرى مع فائق الاحترام استفادت مواطن سعودية من ارتفاء أنزمات الكبد وتعديل مستويات تحليل الدم وتطهير الجسم من النفايات والغازات وتحسن أخيه في تحليل الكريتين وتحسن والدته من السكر بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا بدأت بشرب الماء ساخن واستفيت الكثير الكثير وبين معايا في أمور كثيرة من ارتفاء بأنزمات الكبد من تعديل في مستويات التحليل للدم من تنظيف الفضلات والغازات بالبطن أعزكم الله وأخوي تحسن معاه تحليل الكريتين مع الكليا وأمي تحسن لديها السكر إذا ارتفع تشرب الماء الساخن ونحللها بالتحليل الجهاز بالبيت السكري ينزل لمستوى أفضل بنهاية الماء الساخن مثل سيدالية لعديد من الأمراض والله أعلم وأنا حبيت أنقل الفوائد التي استفدتها من الماء الساخن وهذه شهادة حقها وقلتها وشكرا لك يا دكتور من بعد الله عز وجل على طرح مثل هذه الفيديوهات التي تفيد فيها الناس لوجه الله وجزك الله كل خير شفاء مواطن سوري من تسوس الأسنان والتهابات في اللثاء وانتكاس في العصبة الشوكية واختفاء حب الشباب خلال أربعة أشهر السلام عليكم أرغب بمشاركة تجربتي مع حضرتك لكي يستفيد منها الآخرون ويتيقنوا بقوة هذا العلاج الطبيعي والمجانية والخالي من الأعراض الجانبية بعد المثابرة على شرب الماء الساخن لمدة أربعة شهر ثلاثة ليترة في اليوم وأحيانا أقل اختفت تسوسات الأسنان التي كانت لدي بنسبة أربعين بالمئة تقريبا وبدون استعمال السواك أو معجون الأسنان أو أي شيء آخر أيضا منذ أن بدأت بتناول الماء لم تعد تصيبني أي التهابات في اللثاء بعد أن كانت تصيبني كل شهر مرة على الأقل بسبب وجود التهاب في العصب الوجهي السابع لدي أيضا وبسبب التهاب العصب الوجهي السابع الذي لدي ذهر علي الخد المقابل لهذا العصب الكثير من الرؤوس السوداء وحب الشباب لكن بعد تناول الماء الساخن كانت الرؤوس السوداء تخرج من وجهي بمفردها بل ومن الطبقات الداخلية لوجهي أيضا وليس فقط من سطح الوجهه أيضا لم يعد يظهر حب الشباب وبالنسبة للأثار التي كانت حب الشباب يتركها خلفه أقصد الحفر أو التشوهات كان يصير تقجير مكانها ثم يتم ترميم وتجديد المكان دون أن أستعمل أي كريم أو أي شيء آخر مع شرب الماء الساخن بالنسبة للعصب السابع لم يشفى حتى الآن لكنني كثيرا ما كنت أشعر أن عمليات الصيانة تجري به لعله يحتاج إلى وقت أطول أخيرا وهذا الجزء الأهم كان لدي انتكاس في العصب الشوكية لأشهر طويلة كنت بسببه لا أستطيع النوم ولا الوقوف ولا الجلوس ولا حتى الاستلقاء كان يسبب لي ألما لا يصف في الرقبة والكتف طوال اليوم أما الآن فأقسم بالله أنني أكاد أنسى أنه كان لدي شيء وحاليا أعيش حياة بدون آلام وبشكل طبيعي وبفضل الله ثم بفضل شرب الماء الساخن كنت حينما أشرب الماء الساخن أشعر بشيء يحصل داخل العصب ثم يخف الألم إلى أن اختفت المشكلة نهائيا والحمد لله لا أملك لكم سواء الدعاء وأسأل الله أن يحفظكم من كل سوء والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يرجى التكرم بالآتي تسجيل اشتراكك بقناة اليوتيوب الخاصة للدكتور فارس الحجري نشرح على معارفك ليستفيدوا كذلك تسجيل ملاحظاتك سواء كانت سلبية أو إيجابية ليستفيدوا الآخرين فالحياة مدرسة لا نحاية لها من العلم فهناك كل يوم علم جديد نتعلم جميعا فالملاحظات السلبية تساعد على التحسين والتطوير وتحقيق المزيد من العلم بينما الملاحظات الإيجابية فهي جرعة النحو مواصلة المصير ونشر كل جديد في هذا العلم تسجيل تجربتك فهناك الكثير ممن يؤمن بتجارب الآخرين أخوكم الدكتور فارس الحجري اشتركوا في القناة